انطلاقا من هنا سنبدأ عن التعتيم الإعلامي الخاص بقضايا القدس وأهل القدس على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف المناطق فكل يوم نلاقي في أحداث من داخل القدس وخارجها داخل الأسوار خارج الأسوار في محيطها في البلدات المحيطة فيها سلوان العسوية هناك في هدم هناك في توسع استطاني في أبوديس في العزري في كل هاي المناطق إلا أنه ممكن تسليط ضوء على بعض القضايا على حساب قضايا أخرى في مدينة القدس فمن الناس اللي حاسين حالهم أنه تغير الإعلام وتغير التغطية الإعلامية في داخل مدينة القدس هم أهالي العسوية اليوم راح يكون معنا سيد وائل محمود أبو البراء عضو لجنة منطقة العسوية ساعة صباحا يا سيد صباحك صباح المشاهدين كلهم وصباح القائمين على البرنامج أهلا وسهلا فيك سيد وائل مبارح وحنا بنحكي مع بعض حكيت لي أنه في تغيير جذري بالتغطية الإعلامية لكل اللي بيصير في العسوية كل يوم بيصير مواجهات كل يوم بيصير اعتقالات كل يوم بيصير أحداث كثير في منطقة العسوية إلا أنه حتى بالشريط الإخباري ما منلاقي في أي تغطية ولا أي مثلا تلفزيون أو وسيلة إعلامية بتكون موجودة في منطقة العسوية خلينا بالأول نبلش شو آخر الأحداث وشو آخر التطورات في منطقة العسوية الآخر التطورات بعرفش كانت كثيرة يعني وموجودة بشكل متواصل من تقريبا أسبوعين أحداث اعتقالات مواجهات كل يوم طبعا وأكثر من مرة في اليوم كمان يعني اعتقالات اللي كانت بتتصير كمان ولهلأ بتصير كلها لأطفال من عمر عشر سنين 11 سنة لأكبر شيء 15 سنة حتى إنه في مجموعة سموها خلية إرهابية يعني تتكون من عشر أو خمستاشر واحد وكلهم أطفال أعمارهم 12 13 14 سنة يعني أكبر واحد فيهم وسموها خلية إرهابية يعني اتهموها إنها بدخلت على المعسكر اللي موجود في جنب الجامعة العبرية وعملوا قال بدهم يحرق المعسكر بدهم من أطفال يعني مجموعة من أطفال وتم الاعتقال في صفوف هؤلاء الأطفال يعتقلوهم كان يعتقلوهم يجوا بنص الليل أو يجوا بالنهار وكمان يأخذوهم بدون أهليهم مع أنه القانون الإسرائيلي أو القانون المعروف أنه الطفل اللي بعمر أقل من 16 سنة لازم يكون والده أو حدا من أقاربه المقربين أنه يكون معه في التحقيق نعم مش بس بالاعتقال كمان في التحقيق لازم يكون موجود مع أنه هذا مصير يعني بيأخذوا الطفل وبالنسبة لآخر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية داخل منطقة العسوية من اعتقالات لأطفال ومخالفات وأرنونة وضرائب وكل هاي المواضيع نتحدث قليلا عن المخطط لإقامة الحديقة حديقة الاستقلال ما يسمى بحديقة الاستقلال أو الحديقة التلموديية نعم ولوين وصلوا في هذا المخطط ولوين صاروا يعني بلشين فيها وللسه ما بلشوا هلأ الموضوع أظن أنه بلش أكتر من سنة وصلوا وبلشوا يشتغلوا فيها وبلشوا أنهم بدون يهدموا إذا فيه هناك إشي بنى أو أي إشي فاللي صار أنه صار فيه ناس من نفس العسوية قاموا بدعوة على الحكومة الإسرائيلية أن هذه الحديقة لا يلهاش أي مبرر تكون هنا وهذه الأراضي لناس من العسوية وناس من الطور وأصحابهم موجودين وليس مصادر الأرض هم صادروها بطريقة مش طبيعية اللي هي دائما بعملوها اللي هي مجرد أنه احتلال وموجود سيد وائل رح ننتقل انطلاقا من حكيك عن مصادرة الأراضي وعن مصادرة الأملاك الفلسطينية وحتى الأوقاف الفلسطينية رح ننتقل لتقرير عدد توكريستين ريناوي حول آخر المصادرات والانتهاكات في منطقة وبلدة سلوان وحيوة الربابة ونرجع ونكمل حوار معك تواصلوا سلطة الطبيعة والأثار الإسرائيلية محاولاتها للاستلاء على أراضي المواطنين في حيوة الربابة من بلدة سلوان في القدس المحتلة بهدف تحويلها إلى حديقة تورتية تخدم المستوطنين فاعتقلت شرطة الاحتلال وقوته ثلاثة مواطنين من عائلة أبورميلة بسبب تصديهم لعمال الاحتلال الذين يحاولون إجراء حفريات في أرضهم البلغ مسحتها حوالي دنومين بحجة البحث عن أثار مع العلم أنها أرض للعائلة بتوثيق أوراق عمرها أكثر من 66 عاما فإحنا عجوا أتقلوني اليوم بعد ما جيت هون امتلهم الأغراض تعونهم الأغراض طلاطهم جابوا الشرطة وأتقلوني وختموني أني ممنوع أدخل على الأرض نهائي لا يصير محكمة بناتنا وبيننا وبينهم ولا بتقدر تبني فيها ولا بتقدر تزرعها ولا بتقدر تسوي فيها ولا إشي بدهم يأخذوها بالغصب يعني أد ما يحاولوا أد ما يتعبوا حالا مع الفاض يعني رعا نظر نوعفين فيها رعا يحبسون يسووا إيش ما بدهم فيها فحسب المراقبين أن الاحتلال يخطط لبناء حديقته التورطية على أنقاض حي واد الربابة بأكمله الذي يقتنوه حوالي 1200 مواطن مسارات لا أقول سياحية مسارات تهويدية لأسرلة الأرض ولأسرلة التراث ولأسرلة حتى المنطقة بأكملها تهدف إلى القضاء على حي واد الربابة وهدم ما يحتوي من بيوت وطرد ما يحتوي من سكان ولا ينحصر تنغيص سلطة الاحتلال بالتهديد بالاستلاء فحتى هذا الوقت الذي لم تبسط سيطرتها على الأرض لا تسمح لأصحاب الأراضي بزراعتها أو الاستفادة منها في محاولة لدفع المواطنين للتنازل عن أراضيهما الأمر الذي يصرون على مواجهته مهما كان الثمن اعتداءات الاحتلال على الأرض مؤشرات تفضح مخططاته التهودية في كل شبر من العاصمة المحتلة فلصالح إنشاء حديقة توراتية للمستوطنين ها هو يهدد بهدم حي بأكملها من حي ود الرباب في بلدة سلوان كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين شكرا كريستين يعطيك العافية زي ما شفنا سيد وائل في سلوان في العسوية في معظم البلدات هناك نية لأنهم يبنوا حدائق توراتية وحدائق تلمودية بحجة بناء هذه الحدائق ولكن هي الأساس فيها السيطرة على الأرض هناك موضوع بمنطقة العسوية تحديدا هو بناء الجدار الفاصل بينكم وبين الجامعة العبرية وهذا بيخنق ويأخذ ويسرق مساحات من أراضي العسوية هذا الموضوع بدأ تقريبا من قبل خمس ست سنين اتهموا أن أهل العسوية بيعتدوا على طلاب الجامعة طريقة أو غير طريقة مباشرة بدهم أن يحطوا الجدار يفصلوا العسوية عن القدس نعم فاشتغلنا على الموضوع كثير وكانوا ساعدونا كمان طلاب الجامعة طبعا طلاب كثير طلعوا مسيرات وطلعوا هذا ضد الجدار هذا وتوقف الموضوع لفترة هلأ رجعوا فتحوا الموضوع كمان مرة أنه فيه بيصير اعتداءات على المعسكر اللي هو في جنب الجامعة وفيه على الحارس تبع الجامعة وعلى الطلاب على أساس أنهم يعودوا يرجعوا يعملوا الجدار بالنسبة بدي أرجع للحديقة الحديقة اتوقف الموضوع طبعا لما ارتفع للمحكمة العليا المحكمة العليا حكمت لصالح الفلسطينيين اللي هم أهل القدس أهل العسوية والطور لكن نتنياهو ما أعجبوش القرار وأصدر قرار أن هذه الحديقة لازم تقام على الأرض بالرجوع للتعتيم الإعلامي ولا تهميش منطقة العسوية هل تعتقد فعلا وبشكل فعلي هناك في تعتيم على القضايا الخاصة في منطقة العسوية إعلاميا وسياسيا سواء فلسطينيا أو دوليا صحيح التعتيم أنا شايفه على القدس كليتها بصراحة مش عارف مين اللي له مبررات أنه يزيح القدس من عن فلسطين الموضوع التعتيم الإعلامي إحنا كنا نشوفه بصراحة تلفزيون فلسطين دائما موجود معنا وكمان الوكالات الأنباء التانية دائما موجودة وفي المواجهات نعم نوجه تحية كمان لكل الصحبيين وصحبيات الموجودين في الميدان دائما بيكونوا بهم بوجه المدفع ووجه المواجهات نعم دائما بيكون موجودين بصح مقابل الاحتلال مش مع الاحتلال أو في جنب الاحتلال بس اللي أنا شايفه مش عارف تقريبا من سنة تعتيم مش طبيعي وغير تعتيم أنه يعني مش متواجد بالمرة ولا نوع من أنواع الإعلام لا فلسطيني نعم ولا دولي حتى شو الخصة مش عارفين لهلا إحنا هلأ موضوع التعتيم بتعتيم معناتها بقصد أنه هم بدهم يعتمعها هذا القضية وما بدهم يثيروها ولكن هل تعتقد أنه هو في تعتيم ولا هو عدم وجود استراتيجيات عدم وجود تخطيط لهذا الإعلام أنه مثلا يوزع أفراده ويوزع طاقمه على مناطق مختلفة وعلى قضايا مختلفة ففي فرق كبير بين هاي وهاي صحيح هو سياسة الاحتلال موجودة ومعروف شو هي أنا برضو بلهمش الوكالات الأنباء أو فلسطين لأنه إحنا لسه باحتلال يعني نعم والاحتلال قائم وموجود على أساس أنه برضو ما يخلي حدا براحته يعني وأنا بعرف أنه تلفزيون فلسطين بالذات ممنوع أنه يغطي شغلات كثيرة بالقدس بس إحنا بجهود الشباب عندكم كثير حاول أنهم يساعدون بس مش عارف من سنة وجاي بصراحة الموضوع كان مسكر يعني حاولنا كثير نفتحه وحاولنا كثير أنه نخليهم موجودين معنا بس ما فيش مجال نحن طبعا نتمنى أنه يصير في تغطيط استراتيجي بموضوع الإعلام والتغطية الإعلامية حتى يغطي كل القضايا المختلفة لأنه سلطات الاحتلال عملها تلعب على جميع الأصعدي على جميع الأوطار ومش مخلية ولا مكان ولا موضوع سياسي نعم ولا موضوع إلا ونخرته في مدينة القدس فيجب تهويد القدس نعم فلازم تغطية هاي كل الجوانب نتمنى أنه نلاقي مرجعية صحفية وإعلامية في المدينة لتقدر تغطي كل هاي الأحداث الموجودة سيد واقل محمود أبو البراء عضو لجنة منطقة العساوية يسع صباحك أهلا وسهلا فيك بعرفش فيه إذا فيه مجال بس نحكي بالنسبة للمؤسسات اللي موجودة اللي بتسمي حالة فلسطينية احنا بجوز صار مشاكل كتير عليها لأنه هاي المؤسسات كانت موجودة لخدمة الفلسطينيين اللي في القدس بس اللي منلاحظه أنها صارت مش موجودة لخدمة الفلسطينيين صارت موجودة لخدمة الاحتلال منقدر نحكي عن مجلس الوطن المجلس الإسكان الفلسطيني وشركة الكهرباء اللي برفعوا قاعدين محاكم إسرائيلية على أهل القدس احنا عنا محاكم فلسطينية منقدر أنه نتوجه للمحاكم الفلسطينية مش ضروري أنه نتوجه للمحاكم الإسرائيلية ضد أبناء الفلسطينيين احنا طبعا فيها فيها يمكن وجهة نظار وفيها كمان أهم إشكالية نضعوش المقدسيين للمحاكم الفلسطينية ومرابطين بالأرض هذه وضد الاحتلال إن شاء الله تكون رسالتك وصلت بشكلها الصحيح ومن القصد طبعا مش منها هي التشهير لا 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 صمح الله بس إحنا حكينا معهم أكتر من مرة إحنا مننمشي معهم بلناش نمشي ضدهم أبو البراء يعطيك العافية ويسعى صباحك أهلا سهلا فيك شكرا لأسرة الله ويسعى صباح العساوي إن شاء الله تظلوا موجودين الله يسعدك أهلا سهلا فيك خليك مستريحة بس نطلع على الفاصل مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعاود ونكمل صباح الخير يا قدس